موسيقى بس السابت انو لهيب الدولار والمحروقات اليوم عم ببشرنا بحرق جيوب اللبنانية بل انو عصابة التحكم بالدولار تدفع الى حرق الاخضر واليابس والسؤال ليش انهار الدولار بعد الانتخابات هل يحاول النواب استعادة ما انفقوه خلال العملية الانتخابية ام انو المعنيين من المصرفيين وجدوا الفرصة مؤاتية لجمع الدولارات من السوق السوداء عصابة الدولار رح تحرق او خلينا نقول حرق البلد بالنار علمنا التاريخ انو معظم الثورات الشعبية بتندلع من نزيف وجع الجوع ولما منشوف الناس عم تحلم تاكل الغيف خبز واخرى عم تلسع العسل بملاعق الدهب ما تخافوا هيدا هالعنوين بتنقلب مع العروش رأسا على عقب لانو التاريخ ما بيرحم صح انا بحصليها لو سهلا فيك عبر صوت لبنان اهلا اليوم شو قصة المواد الغذائية ومطالبتك بتسعيرها بالدولار بالسوبرماركات خلينا اوضح مش انا اللي طالبت بالتسعير بالدولار عم نقرأ تصريح لا الك لا لا اوضح الامور سؤلت عن التسعير بالدولار واعطيت رأيي من ناحية ما هي مصلحة المواطن وهل اذا في مصلحة للمواطن بالتسعير بالدولار فنعنو ما يعني اوين مصلحة الدولار انو اليوم يكون المواطن كل شوي والتاني تفضلي شو صار بالدولار نحن اليوم شو عم بيصير مع التقلب الكتير كبير من سعر الصرف عم بيكون في تفاوت كتير كبير بالاسعار من محلة التاني ناتج عن انو كل شخص عم بيسعر دولار وعلى ما يرتقيه ونحن ما منلوم حدا لانو في فوضة لكن لنقدر ننظم هالموضوع في مكان ما انطرح موضوع الدولار نحن 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 كطاع التجزئ سعر بالدولار لما نحن كمستوردين ليس هذا الموضوع لان الموضوع هو بكطاع التجزئ فرضنا تسعر الأمور بالدولار عند الارتفاع يرتفع السعر قد ما هو ما بيفي استباء لما هلأ اسمعنا بأحد الصحف انو عم بسعره بأربعين ألف يرة وعند الانخفاض ما بيجي بيقلك التاجر انو والله انا شاري دولاري على غالي وما بيترخص نحن نطرح مخالف لقانون حماية المستهلك الذي يسمح بالتسعير بالعملة الوطنية قانون حماية المستهلك ليس فقط يطبق على المواد الغذائية قانون حماية المستهلك يطبق على كل المواد وبالتالي اذا هلأ بدأ يشتري بطارية سيارة او قلم او تياب او اي شيء بيقلك هل قدي بدي بالدولار؟ عم تقيد بالدولار وما عم بيكون في محاسبة هل حدا نقلك انو والله البطاريات غليت بهالفترة؟ او حدا نقلك التياب غليت بهالفترة؟ ما حدا نحكي بهالموضوع لان سعره سيبت على الدولار انا برجع بأكد هون برجع بأكد تأكيد مش انا اللي عم بدعي لتسعير الدولار نحنا عم نقرأ الواقع العام ونحلله بالتي هي هلأ بالوقت الحاضر مثل ما عم قلك قانون حماية المستهلك اول شيء اذا بتقريمه ضبوط هذا مش يعني لازم يكون ما يعادله بمعنى انو اذا نحط بالدولار والدولار ونحط بالدولار والدولار كان واضح وانعطت القيمة ما في مشكلة بس مش هون الموضوع الموضوع نحنا يعني ما قلنا اذا سعرنا بالدولار الاسعار هتغلق بس على القليلة هنحقق عدالة اجتماعية يعني ضروع على الكاس على الصندوق تفضل انا طلع غراضة بخمسين دولار اديش الدولار هلأ بها الوقت بها التكتب هيدا شو بيصير اولا من الناحية الرقبية بالاول وزارة الاقتصاد فيها ترائب لانه على القليلة السعر ثابت ما فينا نشي نقول ما فينا نشي نقول يعني اذا فيت على محل اذا اجا ما فيت على محل بيقول له انا سعر بارح دولاري كان خمسة وثلاثين واليوم سعر ثلاثة وثلاثين في سعرين لما هذا الشي للأسف طبيعي ناتج عن الفوضى العارمي بالتسعير لانه على كل حال يعني ما في مراقبة يعني لنعطي فكرة اذا مثلا ما معروف يعني اذا كل الناس عم تشوف الدولار على المنصات اذا اجا شخص فات على سوبر ماركت كان اليوم الدولار ثلاثة وثلاثين قال له ولا ان دولاري بخمسة وثلاثين بيبروم بيروح ما في الجون يروح يفتش على عشرين صنف بيسأل عن سلعة وحدة يعني هلأ الموضوع نحنا هون متل ما بقولوا عم ندور بحل مفرغة هيدا مش حل هيدا هون نحنا عم نحكي بس حل بتثبيت سعر صرف الدولار اللي هلأ طبعا الحل الحل يعني من يومين ستنوال طلعنا نحنا بيان بناقبتنا وكان اهم البنود فيه هو البند الإخراني يلي بيقول نحنا الانتخابات صارت ورانا بس عندها تأثيرة انا مش عارفة لا انا ولا انت يمكن منعرف ولا المواطنين ليش هب الدولار من بعد الانتخابات كل الناس كانت عم تحكي انه كان تثبيت انه كان عم يتثبت الدولار على منصة سيرفة انتظارا لقدوم الانتخابات ايه اجت الانتخابات وحصل ما كنا نتنبقه مش نحنا ما نعرف كلنا شايفينا مش انه انا او او انت او اي شخص كلنا شايفينا انه والله عم ثبتينوا على سعر سيرفة لبيل ما تخلص الانتخابات خلصت الانتخابات وما كنا نخشى حصل انه من بعد الانتخابات فرد بس مش هون الموضوع الموضوع روحت الفكرة انا ايه لا موضوع هو انه اذا كنا عم نحكي قبل بانه السلطة منا شرعية ومنا مكتملة هلأ صار عنا مجلس نيابي منبسك عن ما اختاره الشعب وما بقى فينا نقول هلأ انه مجلس النيابي لا يمثلونه هلأ المطلوب من كل الاطياف السياسية بدون استثناء قد ما عندهم اختلافات سياسية وهذا شي طبيعي لازم يتوحدوا على رؤية اقتصادية واحدة يعني ما يكون عندهم كل واحد برنامج اقتصادي وبرنامج سياسي لانه اذا كلنا كمان تعددت البرامج الاقتصادية نحنا على انهيار وانهيار شامل اكتر من ما نحنا هلا على كل حال اصعب شي بالانهيار الشامل هو الصحة نقيب اصحاب المستشفى سليمان هارون اهلا وسهلا فيك صباح الكامل لا يريدك ما بدي احكي قبل الاعتصام بدك تحكي من بعد الاعتصام شو بدنا نقول اليوم للناس اعتصمتوا عليتوا الصوت كنقابات صحية ان كان نقابة اصحاب المستشفيات او نقابة اطباء بيروت والشمال ماذا بعد الاعتصام شو تغير يعني لحد ديت هلا ما تغير شي وانا بستبعد كتير ان نتغير شي ونحنا متل ما بيقولك دايما من سيء الى اسوء وعم نعالز اليوم بيوم وصلنا لمحل ما بقى فيما نعالز الامور يعني انتوا عم تسمعوا صرخة العالم عم تقدر تفوت على المستشفيات ما عم لها نجيب دوا ما عم لها نعمل مزوط للمحركات اموالها محجوزة بالمصارف حتى التحويلات الجديدة اللي عم تجي من الجريات ما فينا نستعملها يعني خنقونا خنق وللأسف ما فينا نحتباه عن قطاع السلطة الميشي الى البناء عم رقع ترقيع نعم طب عملتوا اعتصام مبارح وكنتوا كتار وصار فيه تصريحات وخبرتوا عن الواقع وصار فيه انه نحنا اذا ما مش الحال قدمين على خطوات تصعيدية طب اليوم صرف مبلغ 35 مليون دولار يعني اتخصص توزارة الصحة لمساعدة القطاع الصحي طب اليوم هيدا ما بيأثر عليكم ايجاباً؟ لا هيدا 35 مليار دولار على اربعة تشهر مليون ولا مليار مليون؟ عفوا مليون نغلط بين الليرة والدولار 35 مليون دولار شهرياً على مدة اربعة تشهر فوضي لتأمين أدوية السرطان والأدوية الامراض المسمومة يعني شرنا تلت اربعة تشهر عم نعاني من رياب أدوية السرطان يعني تخيلي سب نوال فيه مرضى سرطان سرطان تشهر اربعة تشهر مش عم بيأخذوا الأدوية طبعاً يعني هادي عم نقتلهم هلأ ماش الحال خلاني مشلوم بس بعد الحديث هلأ ما صار فيه تسوق الأدوية يعني بس متأمل خلال أسبوعين بس هذا الجزء بسيط من المشكلة يعني المشكلة مشكلة الاستشفى هي هلأ اللي عم نضوع عليها انه المصارف ما عم بتاعت سيولي للمستشفيات بالوقت يعني المستشفيات عم تدفع كل شيء أكثر يعني من كيلو البطاطا لرسور القلب للمز نطيب مجهور خط مش واضح حسن موقعك مش ظابط الخط طيب على كل حال رح نجع نتوسع مش الحال حضرة النقيب نعم بصوتك راح مجهور مجهور يعني من كيلو البطاطا مش عم تقدر مستشفياتنا مبالش عم تدفع من كيلو البطاطا لا رسورة القلب كلهم عم ندفعوا نقضا عند التسليم وبالتالي يعني ما عم نقدر نسفيد من أموالي اللي عم تحلق تحولنا إياهم للدولة ووزارة التحاطة مع الاجتماعي الأخير يلي عم تحولونا إياهم أحسابتنا بالمصارف ما فينا نستعملهم عم يروحوا عم تحلزهم المصارف ومنا نطلب ولي دفع كل شيء بالمقابل نخدر معناتها واضح أنه عم يخنع المستشفيات خنة ولا ممكن نقدر نستمر يعني كما قال أحدهم ما نمشي اقتصاد مأدي وما في مأدي يعني خنف وصلنا على حيث مسلوب تماما شو الخطوات التسعيدية اللي حكا عنا شو ممكن يعني لح تيجي من إيبال ذاتة فيه مستشفيات هلأ هلأ بالإسفعان الباضيين فيه عدة مستشفيات تسكرت بشكل انتقلت إداريتهم لمستشفيات جامعية أكبر لأنها المستشفيات مش عادرة تكمل ما فيها تكمل المستشفيات الجامعية بيجيها دعمة من الخارج من الدول المستشفيات اللي اتاخدت ما عادة تدري تتكمل المستشفيات بجبل لبنان ما عادرين يكفقوا المستشفى كبير يتخدوا بمشيات اللي حتى تمشيهم وفيه مستشفيات جيئين على الطريق بدون يفكروا ما فينا مستمر بحالة هذه نعم على كل حال نحنا بنشكرك نائب طبعاً موضوع الصحي نحنا متابعين ولحظة بلحظة من أهم المواضيع يعني فيك ما تاكل وما تشرب بس ما فيك ما تاخد حب الدول لأنه حياتك بالده شكراً لإلك نقيب أصحاب المستشفيات سليمين هارون البلد ينهار ما فينا نقول ينهار يعني نحنا فعلاً نحنا يعني فينا نعتبر أنه نحنا سرنا في مرحلة الانهيار بس هوني نجي عندك انهيار عن انهيار يختلف بيفرق وما يعني ما في رؤية من ناحية الحكم أو إدارة الانهيار إدارة الأزمة اللي نحكي قبل ما نحكي إدارة الانهيار ما بدي هوني نحنا ما بدنا نحط مسؤولية مسؤولية على الكل مسؤولية من أكبر رأس إلى إلى كل الناس بالحكومة إلى 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 كل القطاع الخاص والعام بتضافر الجهود يعني إذا نحكي مثلاً نحنا بقطاعنا أنا بطلب من أي شخص رغم الصعوبات أنه بغياب مثلاً حل تسعير بالدولار عدم التسعير بأربعين ألف فيرة اليوم مثل ما نحط بأحدى جراية اليوم الدولار منه أربعين ألف فيرة نحن نحكي عن جريدة اللواء ما ليش؟ يعني هلأ كلام مزبوط بس الأسعار ما في مراقبة هلأ في فوضى قبل ما نحكي عن مراقبة والمراقبة صعبة بظل يعني اليوم كل يوم يتغير سعر الدولار يعني حتى وزير الاقتصاد كان عنا ببرنامج نقطة عصتر في صوت البنان قال المراقبة صعبة لأنه كل شوي بيعلى دولار يعني كل يوم بدك ترائب مية واثنين وعشرين نقطة سوبر ماركت مش بس عندك تنين وعشرين ألف نقطة بيع مش بس وقفت على المية واثنين وعشرين نقطة سوبر ماركت وقفت على الدكان بالضيعة ما فيك أساسا الديناميكس يعني قيلية الشغل عنده تختلف عن السوبر ماركت وهذا الشخص وأنا عدة مرات حكيت بهذا الشيء ما فيك أنت تحاسب صاحب دكان مثل صاحب مؤسسة سبيري ولكن تحاسب صاحب مصرف يعني اليوم يعني الدعاوة بالجملة والمفرق على المصارف بوقت هن عم بيعطوا الناس فيزا كارت مصرياتهم اللي حتى يشتروا فيها ويعابوا بنزين مش عم بيقبلوا يعني اليوم هلأ كانت بي قبل مية بالمية صارت خمسين بالمية خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين بالمية مثل ما هلأ قال دكتور هارون يعني بيعطوه خمسة وعشرين بالمية اقتصاد مقدة بيدون نقدة هون موضوع الكارت هي كمان معضلة كثيرة كثيرة ناتجة كمان كيف بدي أصرف مصرف اللي بيعطيها هيدا الجواب هاد شي هيدا بي مصرف لبنان ما فيه يعني لا تطلبي من السوبر ماركت ولا من المحلات ولا من أي شيء لما هني لما بدون يدفعوا للمورد طبعهم إن كان نحنا أو غيرهم بدون يدفعوا له بالكاش وإذا هلأ بتروحي على البنك بديك كاش مقابل شيك لا يقل عن خمسة وعشرين بالمية ديسكانس هيدا الفرق يعني أو السوبر ماركت بدون يحطوا بالسعر يعني بدون يزيد سعره خمسة وعشرين بالمية أو بدون يقول أنا ما بقدر أخذ هالشي طب اليوم نحنا من التكلين على الإيد الممدودة من المساعدات الأممية من صندوق النقد الدولي من البنك الدولي يعني صرنا دولة شحادين هذا البيت هلا نحنا دولة شحادين مش صرنا دولة شحادين متكلين إنه على القليلة يصير في عنا خط التعافي يوافق علي صندوق النقد يضخ أموال بسوق صرنا بأزمتنا من لنبلش اعتبري مش من أكتوبر 2019 قبلها بستة شهر وبعدنا عم نحكي بخط التعافي وبعدنا عم نحكي بخط التعافي فات دخل على البرلمان كوة تغييرية إذا نعتبر إنه فات كوة تغييرية ونحنا مع التغيير ومع الكوة تغييرية بأي ستاتيو كو بدو يصير لو شو مكان لو شو مكان أي تغيير بدو يكون هو شيء إيجابي خلينا أول شي نشوف يعني نحنا عنا استحقاءات بكرة تلاتة مبدئيا مبدئيا مبين يعني صار محسوم بعدين عندك الأهم منه حكومي وبعدين عندنا انتخابات رئاسية يعني نحنا ما نجايين بالنحية السياسية على ربيع رايحين على الخريف وعلى الشتاء هلأ فرايحين على محل وبالتالي ما فينا ننطر على تصادمات ما فينا ننطر الفرج لنقول كيف بدنا نفتش على حلول اقتصادية حلول الاقتصادية لن تنتج هلأ عن الحكم لأن الحكم هلأ بحد ذاته منه قادر بين الناحية الدستورية أنه ياخد خطوات لبال ما تتألف حكومة بس بالدستور يعني نحنا معطلين ما نظلنا معطلين إذا نظلنا معطلين يعني الدولار يرتفع ويرتفع ويرتفع أو ينخفض أو أي شيء عم يتلاعب فيه وأنت تعرف أن التلاعب الدولار غيره ما أنه اقتصادي ما أنه مبني على العرض والطلب ما أنه مبني على معطيات مختلفة وتعرف المنصات وهذه الأمور كلها تتحدث عنها وبالتالي لا نحن كتجار أو كطاع السوبر ماركت أو كطاع الأطباء هم الذين يتحكمون بالدولار نحن كلنا نشتري الدولار من السوق السوداء وأنا هنا أذكر أن منصة سيرفا لا يستفيد منها التاجة لا أعرف أين يذهب إلى العشرين أو ثلاثين مليون دولار يومياً بسيرفا أكيد قسم منها الكثير من يذهب إلى المواطنين بالكوطة الشهرية ولكن كل يوم حسب نشرة مصر في لبنان يوجد بين الثلاثين والخمسين مليون دولار وأنا أكد لك أنه بكطاع القليل اللي بكطاع الاستيراد عنها ما عم نستفيد من سيرفا يمكن المحروقات يقولون لك نفس الشي طوان عم بيروحوا هذول لكي لا يتفكر أن نحن نشرب سيرفا وعم بيع على سعر السوق لا عم ينشرة كل الشغل على سعر السوق وعم ينبيع على سعر السوق فالمعضلة عند الكل ليش وقفي سيرفا؟ هلا هو من الأساس سيرفا إذا ننتحكي بس من الناحية المالية وقفي بمصارف وعم تشتغل بمصارف حسب ما أعرف أن مصارف لبنان يفتح ويسكر ويعطي كوطة معينة ويبيع ويشربس نحن كلنا كنا معارضين لمنصة سيرفا من الناحية المالية هل تقول لي منصة سيرفا ساعدت لتثبيت الوضع من آخر الشهرين الماضيين نحن لنرى التوقيت هالشهرين الماضيين كانوا شهرين انتخابات هل هذا كان المطلوب بس انه نثبت وانت بتعرف انه كل ما تزيد سيرفا كل ما عم بتزيد الفجوة الاقتصادية أكتر لأنه هذا كمان دعم نعم بس اليوم عم نحكي عن غلى الأسعار وعن ما في مراقبة عم نحكي كل حدا عم بيسعر على زوءه ليش ضيما أصحاب السوبر ماركات بيقولوا انه المنافسة هي اللي بتحدد السعر صحيح وبعد المنافسة بتحدد السعر صحيح بعد المنافسة تحدد السعر بس في شغلة يعني بتحمي بتحدد من الاستنسبية وتحمي المستحر مية بالمية أنا بعدني بوافع على هالشي بس نحنا عم نحكي هون بأمور لما تكون الاقتصاد عم يشتغل بطريقة طبيعية لما عم نحكي بيعني هذه القواعد عم نحكي اقتصاد محد يعني عم نحكي عندنا بأحوال طبيعية لما نحنا نكون بتضخم مفرط قوانين الاقتصاد العام لا تطبق صار في قوانين مختلفة وبالتالي بيضل في المنافسة أكيد موجودة ومشان هيك عم قلك لما يعني هو مش سعر السلعة المستوردة أو المصنعة اللي عندها كلفة معينة بعملة سابتة لا نقول لعملة الأجنبية بعملة لعندها كلفة معينة هو سعر الصرف اللي عم تخلي هالأمور تركبه وسعر الصرف مش عم بحدده التجار والمستوردين سعر الصرف عم يتحدد بمكان آخر أوقات منعرف وين أوقات ما منعرف وينه تب هي شو مهمتها اليوم هيدا المهمة الملقات على عاتق من صلب مهمتها لوزارة الاقتصاد مهم أنا على تواصل دائم مع وزارة الاقتصاد وأنا أعرف شو عم يعمل وزارة الاقتصاد إن كان معالي الوزير أو إن كان سعد المدير العام كمان كلنا نعرف إنه الإمكانيات ليست كبيرة ليست حماية منهم أو زمن بأي شيء لكن نحن نعرف الإمكانيات في روح عائية وزارة لقيلة ما بالآخر الوزارة ليست فقط وزير ومدير العام الوزارة أشخاص وطاقة يعطينا طاقة ما يقدر يوصل على شغله هلأ بالوضع العام يعني كمان الموظفين الوزارة هم كمان ناس مثلنا ومثلكوا كمان عندهم مشاكلهم وبالتالي التعطيل اللي عم بيزير بالوزارات مش تعطيل مش تعطيل يعني جايع بينهم هني يعطلوا تعطيل من باب ما قادرين يوصلوا على شغلهم أو ما عم بيكفيهم المعاش طبعهم بالوقت الحاضر كيف دور الاحتكار بهالشغلة كمان بزيادة الأسعار يعني بيخبي المواد عنده لبينما يطلع الدولار أكتر ليسعر على الدولار خلينا يعني نحكي بهالمقولة طبعا الاحتكار بهالموضوع بالذات أولا تبتعرف أن الاحتكار هو مش أنتم متهمين كشركاتا نحن المتهمين دائمين مثل ما بيقولوا ديوجول ساسبكت يعني أول ما يفتشوا على احتكار بتطلع عادة أول شي بنا نأكد من شغل دائما منذكرها أنه بالمواد الغذائية ما في وكالات حصرية هلأ نحكي بمهام روج الوكالات الحصرية من شهرين ثلاثة هي لا تطبق على المواد الغذائية هي بالمواد الغذائية ملغية من عشرين سنة وبالتالي موضوع الاحتكار بالمواد الغذائية ثانيا لا نحكي ما يعني احتكار إذا التاجر هون أنا بدي نوه لشغلي لما صارت أزمة أوكرانيا وصار في نقص بالذات وشفنا للأسف في معد المحلات تفضوا رفوفهم مع أنه وقتها هالسوبر ماركت بالذات وضح أنه لا نحن كنا نفضي رفوفنا كنا نقللهم لمحل ثاني ووجد أحد نصور لكن ليس هذا الموضوع إذا كان سوبر ماركت رفوف فاضي وخزان ومخزنه مليان فهذا محتكر لكن إذا كان رفوف مليان وخزانه مليان ومخزنه مليان لكن يأنن هذا لا يسمى محتكر لأنه بالعكس هذا يحق عدالة اجتماعية لأنه ليس حق أن شخص عنده قدرة يشتري خمسة أنينة زيت إذا يخزنه خوفا من ارتفاع الأسعار والشخص اللي آخر الشهر لا قادر يشتري أنينة يوصع على آخر الشهر لا يجد أن يجد أنينة وبالتالي نحن نرى مفهوم الاحتكار هل الشخص اللي يضع عشرين أنينة ببيته؟ هذا ماذا يسمى؟ هذا هو الاحتكار فقط يطبق على التجار هنا نحن نتحدث بالعدالة الاجتماعية هنا نتحدث بالفوضى كيف الناس بدأت تضافر مع بعضها يعني عندما يكون هناك من العدالة الاجتماعية عندما يفوت على السوبر ماركت إذا هو معه مصاري يروح يحمي حاله وشخص حده لا قادر يشتري أنينة هنا ليس ذلك أنا من زمان كثير قلت يشتري خمسة أنينة يشتري أنينتان ويخل ثلاثة لغيره هذا ما أقولك نحن بالفوضى وين نحن نتضافر بين بعضنا نتطلع بجارنا ما هو الوضع بالسوبر ماركت قبل أن نختم؟ التسعير ماشي كل يوم هناك أول شيء مرأة الأزمات كلها مرأة الأزمات الدولار مرأة الأزمات أوكرانيا هل فضية رفوف من السوبر ماركت؟ لم تفرق وبالتالي نحن لما نحكي أمن غذاء بعناصره ثلاثة وصول إلى وجود الغذاء الوصول إلى الغذاء وصحة الغذاء وجود الغذاء كان قدر يتأمن من قطع الزيت بس دايما بيهولوا علينا رحين قطع الطحين رحين قطع الخبز رحين تنقطع المواد الغذائية الطحين والخبز موضوع مصرف لبنان مش موضوعه تجاري موضوعه مالي فيه بالمطاحن كتير طحين بس مش دفعنه مصرف لبنان غير مدعوم مش عم بيسلم موضوع الطحين مثل موضوع الدواء مثل موضوع الطب هلأ انتوا رتحتوا ما فيش مدعوم الحمد الله الحمد الله من ناحية إنه لو كنا بالدعم كنا بعد كمان عم نحكي بأزمات أكبر صحيح عكل حال بدي أشكرك اليوم هاني بوحصلي أهلا وسهلا فيك رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية أهلا فيك فينا نقرة لوين وصلين علمت استفهان إن شاء الله لا أحسن بس البعض بيقول العكس عشو مدنى لا ما فيشك إن الجو كتير شوفت أنا دايما بقول في شغلي لما تشوف العاصفة جاية بتحصن شوي بيكي نحنا جايين إلى ما منوقف بالجرية نحنا جايين إلى مواضيع صعبة نحنا كل شخص مننا بدي يشوف كيف يعمل مساهمة بالتي هي قد ما بيقدر يساهم نحنا إذا اخترنا إنه نضلنا بهالبلد وإنه ندافع يعني ندافع عن حالنا وعن هذا لأن بعض عنا أمل إنه هالبلد فيه له خير وهيدا يعني بالآخر هالنفحة الأمل اللي عند كتير مننا هي اللي بدا تشيلنا بالآخر لأنه بالآخر الأزمات بدا تخلص ما في مجال شكرا لألك هاني بحصة لرئيس نقابة مستولدين المواد الغذائية أصدقائي المستمعين والمشاهدين بدنا نحكي عن انتخابات نقابة الأطباء مع المرشح لمركز نقيب أطباء لبنان الدكتور برنارج ربئة بعد هالفاصل أصدقائي المشاهدين والمستمعين بدنا نحكي اليوم عنا استحقاء هلأ بنقابة الأطباء انتخاب نقيب جديد والمرشح ضيفي الدكتور برنارج ربئة أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان لمركز نقيب سواء الخير ستناول ما شاء الله عليك يعني عنا اليوم برنامجك كتير كبير واوي وكله بما يخدم الأطباء في لبنان بداية ليش دعي يعني من اليوم تجمع الأطباء والديمقراطين إلى المشاركة الواسعة بالاستحقاء الانتخابي الأحد ليش فيه مشكلة ما يكونوا عم بيشاركوا؟ أولا نعرف أنه في ظروف ضاغطة وكل عالم مشغولي بكتير أشياء وحتى التنقلات صارت صعبة صارت مكلفة خصوصا الأطباء بالأقضية والمناطق البعيدة يمكن صحيح، إنما الاستحق ضروري جدا لأنه في خطر على المهنة، في خطر على الطبيب وفي خطر على الصحة العامة مبارح كان فيه أضراب واعتصام وطبعا لأنه لا المهنة بقى الفخير ولا الصحة العامة بقى الفخير يعني هل بيكفي برأيك قبل ما ندخل طبعا بالنقابة ومواضيع النقابة وكي بدنا نحمي الطبيب اليوم اللي منه محمي بشكل كافي ووافي كان فيه أضراب تاب اليوم بيكفي بس بيان وزارة الصحة إنه بكل أسف؟ لا، أولا هالوقفة وهالأضراب مأخر سنة لازم يصير وكان لازم يصير من قبل وليه ما صار من قبل كان فيه بيانات كان سألنا ليش ما صار من قبل كان إنه نحنا كنا عم نطلع بيان نقيب شرف أبو شرف إنه عم نطلع بيانات عم نحس المسؤولين وما كانوا يسمعونا نحنا مش هدفنا نعتصم ونضرب كان هدفنا نصوب البوصلة وما كانوا عم يسمعوا إنما نحنا كنا طالبين إنه يكون فيه إضراب ويكون فيه اعتصام وحتى وقف للعمل من زمان بتقليك ليش أنا شو بيفيدني أعمل بيان بأهل بيتي وأعمل وقفة تضامنية ببيتي مع أهل بيتي بس يكون مشكل خارج بيتي نحنا ببرنامجنا فيه نقط عملية وقالية تنفيذية ومواجهة مع اللي مش حيدعمه الطبيب نحنا برنامجنا لنقبيه مستقلون للتغيير هو الطبيب أولا نهار عم ينهار النظام الصحي مع كل المجهودات اللي عم بتصير وأيضا الطبيب صار بخطر من عدة نواحي الوظيفية المالية القانونية الاجتماعية الأمنية وعم بيصير استنزيف مثل ما عم بيصير بغير دول مثل العراق استنزيف أسبابه مالية أسبابه أمنية كمان لذلك استنزيف الأطباء الخارجي والداخلي مع الممرضات وسائر للأخصائيين الصحيين قلوا أسباب لازم نبني ولا ما بكافي نعمل بيان عنا لازم نحل المشكل حيث هو ما فينا نحل نحن مشكل الانهيار المالي اللي صار في لبنان بس كمان ما فينا نفرج على الطبيب هو عم ينهار بس انتو ما نكون جزيرة معزولة ما نكون جزيرة معزولة عن الواقع كله الاجتماعي بلى نحنا تعملنا كجزيرة معزولة نحنا لسنا جزيرة معزولة نحنا أساس بالنظام الصحي نحنا أساس بالنظام المجتمعي نحنا أساس بصحة الناس إنما عملنا كجزيرة معزولة مين عم تقصد مين عملكم الكل اللي عملونا مثل مين يعني بسمي وزير الصحة لا أنا بعتقد أنه حتى نكون منصفين وزير الصحة الحالي عم يتعاون كتير منيح معنا ونائب الصياد اللي الحالي عم يتعاون معنا مع القليل الأطباء اللي عم يطالبوا بحقوقهم ولازم نحنا منقول للطبيب أنت رسالة وانت مهنة إنسانية ما آخر الشهر بده مينيوم عشرين مليون تيدفع المزوت والبنزين والخبز والأكل والشرب إيه بس التضمن والتعادد مفروض دكتور جرباقة والنتيجة شوست نوال صاروا الأطباء بره بس نهجم على الطبيب أنا مبارح وقفة التنموني أنا كبير مستشفى لبيب يلي يتقوص عليهم الأطباء وأخصام الأطفاء مين بدوا يحميكم؟ يعني حضرتك عم تتوجه لمن؟ إليت وزير الصحة عم يتعاون إليت أنه مجلس النيابة يعني الممثلة لجنة الصحة النيابية عم تتعاون تب مين أنتوا وليش مشكلتكم مع مين؟ نحن لجنة الصحة النيابية نطرين أن نرى مين سيكون في لجنة الصحة النيابية مبارح أنينا دكتور بزري ودكتور سعد وطبعا عملنا برمة بجنوب لحتى نشوف عدة مستشفيات لأننا لازم نطلع على الأطراف نحن هيئتنا هي نقبيون مستقلون للتغيير بتعني السيادة والحرية والاستقلال شو بتعني هاي دي بالنقابة؟ الحرية هي حرية الاختيار وحرم الطبيب من حرية الاختيار وهون عنا مشكل كمان مع خيارات النقابة نقابة المرضات نقابة السيادلة نقابة أطبة الأسنين انتخبوا سنت الماضي نقابة أطبة انتخبوا عندكم ببيت الطبيب وانتخبوا عنها عندكم ببيت الطبيب وانتوا ما عملتوا انتخابات طيب هون نحن عنا موقف ضده مش نيك نحن تعنف بالقضاء وأخدنا موقف ضد تأجيل الانتخابات يلي مش مقبول هذه هي الحرية أما السيادة أنا ما لازم أنتر حر كل طبيب يكون عنده رأيه وبطاقته وميوله السياسة أو ما يكون عنده حر بس باش يفوت على النقابة بده يحط الطابة بالأبيض يشتغل بس للنقيب مش يتلفين تاخد رأيه أو عنده الكفاءة الطبية والنقابية لحط يقدر يفوت على النقابة أو ما عنده إيها مش كي بالغطبة ولا ينتر تليفون بالمعنيين بالقطاع الصحي لا أنا هلا عم بيحكي عن نقابة الطبس إذا ممكن إنهي ثلاث نقاط ده بعد سيادة والحرية والاستقلال يعني السيادة شو بتعني بتعني أنه أنا بدي رافع عن الطبيب اللبناني وممارسوا المهنة يعني في شغلتين أنا خطر دهم على الطبيب أول خطر هو أنه يجي أطبها من الخارج يصيروا يشتغلوا باللبنان دون إزم مزاوية المهنة نحنا مشكورين المؤسسات العالمية عم بيساعدونا البلد يجي يشتغلوا يساعدوكم لأنه عندكم نقص بالأطب هون أو بالمرضات هون هاي من ناحية بدنا ندافع عننا حق الطبيب اللبنان هاي دي السيادية والسيادية أيضا أنه كل انتحال صفة وشعوزة وممارسة غير عادلة وغير قانونية للمهنة بدنا نواجهها هاي دي السيادة أما الاستقلال أنا بهمني أنه الأطباء اللي بيكونوا بمجلس النقابة هني يكونوا مستقلين عن أي ضغط خارجي وهن أو عندهم الكافئة الطبية والمهنية والنقابية حتى قوموا بشغلهم أو ما عندهم نحن عمل حلم في حدا ما يكون مستقل في حدا مستقل اليوم يعني بشكل كافي وافي شو يعني مستقل يعني مش تابع لجهة السياسية وضحت كل انتخبات النابي شو دلت دلت أنه 90% انتخبوا بالسياسة و10% انتخبوا خارج السياسة وهذا خيار سياسي وهذا أمل للبنان انه يسهل 10% و20% و30% انما انا مش عم بطلب من الطبيب يتخلى عن رأيه السياسة أو معتقداته أو أناعته بس أنا اللي بدي يعني يلبس طوبه لما بيدخل عن نقابه ومشي فوق طوبه هو حر برأيه وبعتقد حرية المعتقد وحرية السياسية ووجود الأحزاب في لبنان ضروري لأنه الدول ما في أحزاب هي دول ما في حرية بس بس يفوت عن نقابه بيبس طوبة الأبي بيبس طوبة الأبي بيبس شي فوقه بتحب تاخد اتصالات يعني تاخد دورة الأضباء ارقام تليفونية صوت لبنان 01325555 خلوي 7661100300500 الواتساب كور 76611001 كل ثلاث سنين انتوا بنقابة الأضباء بتنتخبط من أعضاء بينوا النقيب صح كل سنة بتبدلوا أربع أعضاء هالشي ما صار ليش لأنه تأجلت الانتخابات تب ليش تأجلت الانتخابات بوقت مثل ما قلنا نحن ويك بيئة النقابات مثل نقابة الأطباء لسنين نقابة صيد للمماردات المماردين عملوا انتخاباتكم ببيت الطبيب مش هيدا مخالف لنظام الداخلي للنقابة بالمية مية وأنا ضد هالتأجيل كان أول مرة كان في موضوع شو السبب برأيك أنا بعتقد الخوف من الانتخابات خوف من الانتخابات لذلك التأجيل ما كان مقبول بالنسبة لألي بالنسبة لأكترية المجلس كان مقبول وأنا مخالف رأيهم بتحمل نقيب الحالة المسؤولية نقيب الحالة بيستشف شو عم بيقولوا الأعضاء وبيجمع هرقلها وبحطهم بتصرف من الآخر المنتخب سحضرتك عضو لهذه طبعا أنا ضد تأجيل الانتخابات سنة الماضية مش مقبول ما عنده مبرر والكوفيد أكيد يعني عميس عسمين هل برأيك كانوا عم بيتهربوا من التقرير المالي اللي منعمال ولا الجمعية العمومية بشأنه لأنهم ما أخذوا براء الدم براء الدم إلى سنين ناطرة ومش طبيعي إنه بس آخر كم يوم يطلع يطلع التقرير المالي وأنا مع الرأي اللي بيقول إنه لازم يتناقش البيان المالي مش بس نحط دقمة متل ما هو ونحط صوت بالسندوق اللي بعد تسموها الصندوق السوداء وأنا أكيد ضد طرح البيان المالي بهالطريقة بعد سنوات من التأخير بس يعني سجلت مواقفك كلها داخل النقابي طبعا يعني حضرتك عضو موجود وعم تعرف شو عم بيصير يعني كل هالمواقف سجلت سجلت مع التحفز داخل النقابي بصراحة هلأ في تلت أعضاء المجلس مش عم بيحضروا لأنه هن بيمواجهة ومشوا موافقين مع قرارات المجلس نعم بس واضح أنه كل البيان المالي لازم يتناقش مع الهيئة العامة وهيدا قانون نعم طب اليوم مشبورين أنتوا تنطخبوا 16 لأنه ما بدلتوا ما عملتوا تداول سلطة طحيح هلأ نهار لحد خلينا نستقبل اتصال مين معي ألو تفضل عم نسمع ألو ما مش الحال طيب هلأ اليوم شو يعني هلأ بيدخلوا الأطباء بينتخبوا أعضاء المجلس مش هيك ولازم يصوتوا على مجلس النقابة بنعم أو لا طبعا أول دورة أول دورة شو يعني نعم أو لا يعني ما في تفاوض ما في تحفظ أو أي أولاء يعني ليش يفرضين يعني أنه يتصوت على المقرارات بنعم أو لا هلأ أول دورة أبل الدور في انتخاب الأعضاء وهذا متكل انتخاب بتحطي أسيمة الأعضاء الستعاش اللي بديك يونه أيضا فيه أعضاء بالمجلس التأديبي بمجلس يعني والتأمين بلجنة التقاعد يعني هولي كلهم فيه انتخاب للتصويت لحد الظهر بعدين فيه الباية المالية اللي رح ينترح وإن شاء الله ينترح بالطريقة الصحيحة وبعد الظهر في دورة تانية انتخاب النائب نعم عم بينقال لأنه حضرتك عضو بمجلس نقابة ليش ما صار في جمعية عمومية ونقشت الأمور المالية بحضور النقاباء السابقين من 2015 لغاية اليوم إنه ليش ما تناقش هالتقرير المالية هيدا مش مقبول مش مقبول اللي صار يعني عن جد أنا لبرنامجي وبرنامج فريق العمل الطبيب أولا نقبيون مستقلون لتاليير لا ما نحكي عن البرنامج بشكل مخصص في بيان مالي وإدارة ومحيسبة سنوية وإلا كتير واضح لا ما في وإلا في بيان مالي وبيان إدارة ومحيسبة سنوية طيب ليش تهربوا أنا بمواجهة بهالموضوع أنا غير موافق على الموضوع في قطبي مخفية بمطرح ما باركي قطبي باركي قطب أنا ما بدي حمل مسؤولية أكتر ما هو بس أنا بقول أنا شو بدي أعمل في نظام داخل النقابي ولازم هني هالنظام يكون فاعل وعلى القليلة يعني نحنا عم نحكي مع نقابة الأطباء يعني من أهم النقابات بلبنان ولازم هي تكون المثال أعلى للمحافظة على النظام الداخلي بالنقابي هون كمان منا جزيري نحنا معيك من كون جزيري مستقبل اتصال مين معي هلو شوان بيصير بالاتصالات بونجور بونجورين وعلي صوتك شو إذا سمحت شو مبحوح مونجور قالوا تفضلي مونجور ستناول أهلا أنا بحييكي مبحوحة سوري ما سمعنا صوتك تفضلي بحييكي وبحيي جرأتيك عن جد واستضافتيك للناس المناسبين بالمكان المناسب عندك بستديو بس مش برا بتحيي النقيب وبالله الله يوفقوا بس يكون من دمهم برنامج وكون سلتاشم موحدة للا طباء لما الطبيب يضب خمسين دولار أكبر موظف في لبنان مع مياه وقت خمسين دولار شكرا إيه قصة قصة التعرفة بغي نحكيها معك دكتور برنار جرباقة كما يفي مدخلة أخرى بس لحتى نسجل مين معي؟ ألو؟ ألو؟ ألو تفضل بونجور يعطيك العافية يا أهلا وسهلا فيك هو شيء بدنا نطلب أنه يتوفق دكتور جرباقة بس مثل ما تفضل طوالة المدام اللي قابلي بعتذر على الكلمة بس صار ديكاني سايبر حكمه كل حكيمة بيطلب تسعير اللي بدوا إياها خد إيدك والحقنة حكمه بفرد بولي كلينيك كل واحد بيلتش عن بوجانت هاي دي كيف بدأت نضبطه بأي طريقة نعم يعني شيء كوارث نعم أهلا وسهلا قصة رفع التعريفة منظم البرنامجة كالانتخاب اليوم هاي دا منظم شو رح تعمل بها القصة على كل حال لنا مش جزيرة معزولة يمكن المواطنين بعضهم بعضهم عوادين أنه ياخد مئة ألف ومئة وخمسين ألف والطبيب مش قادر بقى ياخد مئة وخمسين ألف يعني بده ياخد حقه لأنه طبيب وكمان عنده بده يعيش يعني يعيش كيف بدك اليوم توفق بين مطالبات الناس والوضع الاقتصادي ولازم يكون شو تعرفة الطبيب لازم تكون تعرفة محددينها محددينها بالضمان بعدهم على الألف وخمسة وبالتعاونية بس اليوم الواقع غير في صرخة الواطن في صرخة الطبيب نعم لازم صرخة الطبيب ما تكون على المواطن وصرخة المواطن ما تكون على الطبيب كيف بدك حتى تكون عادلة وتكون تحافظ على النظام الصحي في لبنان أولا لازم تعرفة الطبيب تكون مرتبطة بارتفاع سعر الليرة و يعني حتى دولرة الاستشارة الطبية أنا برأيي مشروعة هلا النقابة إذا بتقول على سبيل المثال بس نقول نحنا بالنقابة إنه بدنا نرفع التعريفة أو يبدو لنا العالم ما فيه تحمله بس النتيجة هي إنه الطبيب عم بيترك البلد نعم يعني فيه اختصاصات ما بأعمل إياه فيه طباء أبضيات فلو فيه طباء أبضيات بقيين نعم بس بس يصير عندك السنزيف خارجي وداخلي لأ 30% من الجسم الطبي بدك تقولي طب أنا ما بأعندي أطباء طب شو بأعمل فيهم لذلك لحتى مكون عادل بأعطيكي مثل طبعا إذا كان استشارة الطبيب العام 20 دولار وإذا كان استشارة الطبيب الاختصاصي يلي ديري 7 سنين بلوس نص 7 سنين 30 دولار هيدا ما بيكون عادل مثلا يعني عمليا عمليا نعم ولا 100 ألف ولا 100 دولار لذلك العدل هو إنه الطبيب يقدر يخلص آخر الشهر نص الأطباء سروا على درجة الفقر نص الأطباء ما فيه كاملوا الشهر إذا ما عندهم مرتو أو زوجة عم بيشتغلوا لذلك الطبيب أولا نحن ما نركز على الطبيب أولا لأنه انهيار الطبيب هو انهيار اندزام الصحة إيه بس فيه فوضى اليوم كيف بتك تحلها هي الفوضى لأنه هل رح تلزم الأطباء بتسعيرة واحدة هي الفوضى ليش لأنه معتبرين أنه الطبيب بيقدر يعيش بدون مال وهيدا مش مظبوط لازم نعتمد التعريفة الجديدة يعني قاية نظر بسجل التعريفات لازم دخل الأعمال الطبية الجديدة حددتكم كنقابي مسؤوليتكم ولا كمان يعني متدخلة مع مسؤولية وزارة الصحة وزير الصحة مع رئيس لجلسة الصحة نيابية اليوم كيف بتعدل التعريفات برافا ليكي لأنه هن مش جزيرة ونحن مش جزيرة ولأنه بالآخر لازم نشتغل مع بعض نحن عنا اتصالاتنا مع المسؤولين إن كان بغير نقيبات صحية إن كان مع وزارة الصحة بإداراتها وبوزيرة إن كان بالبرلمان إن شاء الله يجي هلأ أحدا على رأس اللجنة البرلمانية الصحة لحتى نسرع كل الأوانين اللي احنا محضرينها نعم بس التعريفة وكل حقوق المالية للطبيب لازم يقدر يحصل عليها الطبيب بالدولة يعني اليوم التعريفة إذا عم بتفكر فيها ضمن برنامجك الانتخابي وهو برنامج رح نحكي عنه بتفاصيله عن نواقات هي هل ستطرح ممكن تعرفي بالدولار مثل بقى النقابات الغذائية اليوم كان ضيفنا يعني أصحاب النقابات الغذائية وعم بيطالبوا أنه يدفع اللبناني بالدولار وعلى حساب الدولار نحنا هنعمل كل شيء أنوني ولازم التعريفة تكون مدولرة نعم مباشرة أو غير مباشرة أكتر من هيك لازم طبيب بيقدر يقبض أموالي دون اختطاع دون أي خوة من أي جهة كانت كيف عم تتعملون مع الضمان ومع التعاونية أنا شو بيفيدني أنا شو بيفيدني كطبيب إذا عم بعمل غسيل كلي إذا أنا عم بعمل يعني أعمال طبية تجي ضد ما الأموال إذا أنا اليوم بيقولولي بدنا نسجل لك التعريفة على الألف وخمسة بكرة نشطب لك أسم من النوت وبعد سنة بتصير تقبضهم أنت بتقبلي هالشي فيه ظلم على الأطبة ظلم مالي ووزيفي غير مقبول وأنا بفهم صرخة المواطن بس بدنا المواطن كمين يفهم صرخة الطبيب نعم فيه مداخلتين دكتور جربي أمين معي صباح الخير أهلو بونجور معيش أهلو تفضل إيه دكتور ملعب يا أهلا بالدكتور ملعب تفضل تليلي إياكم الحكيم أنا صرخة الحكيم مع العالم مش مع الأطبة يعني مش أنه مش مش مالي تطلقى طبة بس ما تكون مرشة على انتخابات النهر الأحاد أمين أنا تفضل لا لا كل اللي تطفني صاروا وزراء بقى الشحبي نعم تفضل حبيبتي ألوي آآ أنا بقلك أنه أنا مثلا متأخذيني جراح تجميل أنا اللي لازم مثلا الثلسف واخد وهذا بس حرام يعني فيه كم حكيم يعني أنه ما ننحكمه يعني أنا عملك يعني مثلا أنه فيه ضايع وفيه ناس وفيه عالم أنه قطبنا وسوينا وكل شيء وخد حقك وصورت ليلي بس مش أنه ثلاث قطب ألف دولار مثلا شايل الشغل الزيري يعني الانتقادات من كله فيكم دكتور جربائة يعني ضربة من بيتي أبي حكيم هو ودكتور رسالبي وكلنا بقبن جن منه حكيم وكل العالم بس فيه أطبة منه مش أطبة يعني شو بتقصد مش أطبة يعني هني معندوا الاحتفاثات أطبة وعم بيتحكم ومعنش خليني أوصل الفكرة يعني مش أطباء إنسانيين يعني عم نحكي عن الإنسانية عم نحكي عن الإنسانية عم نحكي أنه أطبتين حق الغراضي خي يخده بله حق كل شيء وإجر فيدك وإجر الصهرك وإجر الصعبة بس مش أنه أطبتين ألف دولار زالما جاي بالبيجاما مجروح ابنه يعني عرسي كيف إنه حرام يعني نعم شيء منه يعني نعم شكرا لإلك دكتور طول عمر جرام حبيبي يا أنا أو سهلة فيك ما في اتصال آخر مين معي؟ خلق صباح صباح النور الله يا دكتور يعني الشعب مثل ما قالوا منتوق نتق ما عاش فيه ريش أول شيء وطر وطر راديو عندها فيها فيها صوتها نعم حرام إذا بدك تخذوا تعريفة بالدولار بك الله يساعدنا شو بنا نعمل نحن أولاد القرى وضيع فينا نستع دولار نحن إذا ما وعطوا معنا بهالحفل هايدي في بديو أخ معنا ما في غير أنتوا بكتوافوا معنا ما تعملوا فينا مثل اتصالات وبقيت البشرة تدين خلي هالعالم بتمطيلها كم يوم بس حتى يشوف الله كيف تفرجها علينا وعليكم نحن بدنا إياكم نتهاجروا وبدنا إياكم بتطلوا في هالبلد لحتى يجي الوطن العربي يتطلب عنا هون شكرا لأي لك هاي كل القصة طولوا ذلك القوية تخضى دكتور جربيع أنا موافق مع الدكتور ملعب مع الدكتور ملعب ومع كمان المواطن هذه صرخة من القلب من المواطن بس كمان مثل ما قال نحن بدنا إياكم نتهاجروا بس بالآخر الطبيب يعني ما عم بيقدر يعيش باللبناء ياخد حقه بس بيقن سيني يعني نحن موافقين على موضوع دولرة التعرف الطبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويقبض حقوق الطبيب مباشرة طبيب بس يشتري ربط الخبز أو بشري شي خضرة عم بيشتريهم بالدولار بس يدفع مزوته كهرباء وبنزين عم بيدفعهم بالدولار كل شي عم بيعملوا إذا بده يغير قطع بسيارته إذا بده يتسجل بجمعة كله مدولر مباشرة المطالبة بتعرفي فيها عدالة هيدا اللي عم بقوله أنا قلت أنا أنا قلت ولا مئة ألف ولا مئة دولار لازم يكون شي عادل للناس تقدر نقاب اليوم تفرض تعرفي طبعا بس تكوني عادلة مع الطبيب بيصير فيك يقولي للطبيب ليش عم تاخد ألف دولار بس تكوني عادلة مع الطبيب بيصير فيك يقولي للطبيب بمهنتنا بدنا نضل نساعد الناس وبمراكز الصحية تابعة على وزارة الصحة والوزارة الشنون الشبعية عم بيقدموا أطباء خدماتهم يعني كيفي أطباء خدماتهم عم بيقدموا خدماتهم بأسعار كثيرة بالمستوصفات ومراكز الرعاية بس نحنا بهمنا أنه بالعيادات وبالمستشفات بمراكز الرعاية الصحية الطبيب يكونوا معزز مكرم فيه لتلك فقر عند نص الأطباء وهيدا شي مش مقبول وهيدا شي رح يزيد الهجرة تب بآخرت النهار رح نقول للطبيب أنت متى يخد أموال وعيش من شو؟ ده مويد وفراش يعني الناس تراجعت معيشتهم يعني لقمة عيشهم عم بينزلوا حتى يحصلوا عليها ليش بده الطبيب يضل محافظ على ستندر معين بمعيشتهم؟ وين ستندر معين؟ طبيب عيش بعشرة بالمية من ستندر تبعه عشرة بالمية ستنوال وهيدا شي مش مقبول وهالاستدامة مش مقبولة يعني هالاستمرار والنزول تدريجاً عم بيقدي إلى هجرة أطبّة ما نتخبّى وراء إصبعنا أو بدنا نحترم الطبيب ونقول هالجزيرة متصلة بين الطبيب والناس والمجتمع أو بدنا نقول إنه مش متصلة إذا متصلة متصلة بالميلتين خلينا نحكي عن التأمين الصحي الإلزامي ليش بدنا نلزم الأطبّة بالتأمين عنا 2800 طبيب بعدهم مش داخلين بالضمان الإلزامي شو القصة من 2016؟ هذا موضوع كتير كبير بتأمين الإلزامي طبعاً في مشكلة كيف بدك تحلو دكتور جرباقة؟ ومن ضمن كمان يعني برنامجك الآن البرنامج المالي في عنده عشر نقاط بس الأساسية هي يكون في من ناحية الشفافية والمحاسبة والتقرير السنوي المالي للهيئة العامة لازم الشخص الطبيب المنتخب بالمجلس هو إيخذ توجيهات من الهيئة العامة لحتى يأخذ القرارات الصائبة ولازم متى بالمجلس يؤتمل على صهر على تنفيذ هذه القرارات مش يتعامل مرات جديدة وأيضاً لازم كل الإدارات بالنقابة ينفذوا قرارات مجلس هذه الحوكمة رشيدة من ناحية تانية لازم من ميلة نستنهد أموال بالنقابة ومن ميلة تانية نخفف الأعباء على الطبيب كيف بتخفف الأعباء على الطبيب؟ أولاً إذا بديك تعملي له تأمين صحي منه بنفس الجودة ومنه بسعر منيح عم بيروح لغير أمكنة أنا بدي أنه النقابة تأمن للطبيب أول شيء يكون فيه مناقصة معلنة وعلنية وواضحة لكل الشركات مش بس شركات تعرف شركات ما تعرف تانياً بس تاختي المناقصة وتاختي أحسن سعر على الفرش دولار بديك تقولي أنه أنا نقابة بدي أدفع نص اسم هل بس الإيته فرصة ذهبية مع شركة متجارف اللي بتأمن الأطباء هلا ما في فرص ذهبية النص القيمة بالدولار فرش ونص التانية بتدفعوا النقابة من أموالها المجامل المدى باللولار إلنا سنة عم نطالب بشيه إي بس ما فيه أطباء يعني اليوم الفان وثلاثمية منو نمأمنين ليش؟ نايدا عميلك إيه ليش ما بيجو الأطباء؟ إذا ما أعطيتهم أحسن الأسعار ومع أحسن الجودة بيروحوا لغير مكان إيه بس أنتو عم تستعملوا أموال النقابلية لكل الأطباء لتأمنوا جزء من الأطباء هيدا جديد بس هيدا مأخر سنة كمان هيدا كين يجب يصير من سنة أنه النقابة تقاف مثل نقابة السيادة مثل نقابة الهنسين لازم نقابة تقاف حد الطبيب بأحسن جودة وأحسن سعر هيدا أول نقطة نقطة الثانية الطبيب بس يسجل تعرفته ما فيه يقولولو نحنا هندفع لك بعد مدة وخمسين بالمية بس ندفع لك يون ليش أنا بدي أدفع أنا عم بدفع نصف ربطية الخبز أنا عم بدفع نصف تنكة البنزين أنا بدفع نصف طول الكهرباء بس فيه أطبة ما معهم الفراش حتى بيتحكموا في المناطق بغض النظر بس بحكي الفراش أنا عم بحكي يعني قيمة الفراش باللبناني مش مش هون النقاش بس حتى ما نحكي عن 8000 وعن سيرفة وعن 1500 أنا بيعني بفراش يعني قيمة الدولار الحقيقية لأنه هيك عم بيدفع الطبيب لذلك لازم هالشركة التأمين بس الطبيب يكون مسجل تعرفته تدفع له يهم مية بالمية دون اختطاع دون خوة بعدين المصارف ليش مش عم بيدفعه للأطبيب؟ هلا وعين عليهم؟ لازم كان هالعمل هيدا يصير من سنة لازم المصارف تدفع الأموال المتوجبة إلى الطبيب بعدين بس يكون فيه تأمين على الممارسة الطبية النقابة كمان بده توقف حد الطبيب حتى تأمله لأله ولعائلته أحسن خدمات بالتأمين إن كان التأمين الصحي بس شو رح تعملوا بس باللي مش قادرين من الأطباء يدفعوا التأمين بالدولار وهن الأطباء المناطقة لا لا مش صحيح أنه حول بيروت ماشي حالهم الأطباء الفقر موجود وينما كان نعم ونحن لازم النقابة توقف حد الأطباء وينما كان نعم ولازم النقابة مش بس تعمل استدراج علود حقيقة وموسح وشفيف ومبين لكل الناس مش بس النقابة لازم توقف حد الطبيب لحتى بتحصل على أحسن أصحاب بأحسن جودة أينال لازم تشارك بطريقة وزنة بتأمين لها وقتها بصير يجي الطبيب يعمل تأمين الصحي إيه أكيد ولازم يكون قصة مشمولة لكل الأطباء مش تعمل جزء من أموال النقابة لعشرين بالمية أو ثلاثين بالمية وقتها بصير فيها تكون ألزمية لأن حقيقة عم تعطي أحسن سعر وأحسن جودة بس كان عنا ما عشيت ماشاء الله بالنقابة مثلا المديرة المالية بالنقابة قبل أزمة الدولار بحدود لعشر تلاف مدير مالي مدير محاسبي بالمستشفى راغب حلب بالجنوب جيبوه كمان يعني موصف فيه وصار يعني كيف توافق على هالقصص بقلب النقابة اليوم كيف بدك تحلها الكرة بملعبك دكتور جربائقه فيه شغلتين بدي أعملهم نعم أولا التوضيح المالي تانيا الترشيد الوظيفة نعم يعني أنا بدي أشوف الخدمات يلي أنا بدي أقدمها للأطباء ولا الناس كمان فيه خدمات يعني محلية فيه خدمات افتراضية كل هالخدمات أنا شو عم بيكلفه ونفس الشي بدي يكون في استدراج عروض يعني أنا هالجوب ديسكريبشن شو بيكلف شو مفروض يندفع رح يندفع ورح يندرسوا الملفات طبع الموظفين يلي عم بقدموا طلب لحتى يكون في خدمة لحتى نشوف مين أحسن سعر بنفس جودة الخدمة نفس الشي عدد الموظفين وتوزيعهم داخل النقابة كمان بدو يندرس أكتر من هيك استعمال مبنى النقابة وأملاك النقابة لازم تستطمر طريقة أكتر هيك مشان هيك أنا بس قلت أنا لازم نقاف حد الطبيب تنخفف العبء المالي والأموال للنقابة تروح أول شي للطبيب من ناحية تاني بدي استنهد أنا أموال ليش تيخد أنا أموال لجمعية العلمية ليه بدي أقول اللجين طبية يحطوا أموالكن عنا أنا من ناحية بدي أوقف حد الطبيب حد اللجين العلمية حتى يستثمروا أموالهم يلاعم بجنون بعملهم العلمية وبالأبحاث من ناحية تاني أنا بنقابة بدي استنهد أموال داخل هي من خلال كل الخدمات اللي عم نقدمها تصير هي خدمات مدفوعة بطريقة مقبولة وأصند أموال خارج النقابة حتى خارج لبنان لحتى نقدر نساعد الأطباء والنقابة في لبنان اتصالين مين معنا؟ هلو راحوا هلو بيرجعوا كمان جمعيات علمية جمعيات الاختصاص شو قصتها عند حسابات كمان بالمصارف ويعني ما عم تقدر يكون في انتخابات للجمعيات العلمية عملنا انتخابات للجمعيات العلمية كلها تعليمين كلنا عملناها وماذا اتصال بهالإطار؟ لأنه أولا في جمعيات علمية ما بق فيها أطبة للبور طبعا لنتركوا لبنان لذلك نحنا ليش بينقال أنه نقابة بس بلا قطعا حديثك وقفت الانتخابات ب12 جمعيات لأنهم ما بيملكوا سي أم إي نحنا عملنا انتخابات بكل الجمعيات بس يكون في حسب القانون عندك 90 سي أم إي بثلاثة سنين بصيرتعم لانتخابات وهالانتخابات بتتوصل هيئة إدارية لمدة سنتين أما إذا ما فيه عادات سي أم إي اللي احنا بهمنا كمان بجمعيات العلمين نفعل المرجعية العلمية إذا ما فيه عادات سي أم إي نحنا منعمل هيئة إدارية انتقالية لمدة سنة تكنوا جمعوا السي أم إي وممكن جمع السي أم إي لأنه هلأ صار خدمات السي أم إي متوفرة أكتر والكوتشنج داخل النقابة متوفرة أكتر لحتى بزار سنة يدري جمعوا هالسي أم إي كمان اتصال مين معي الصباح الخير تفضلي يعطيك الهافة يا أهلا تفضل ما توخزوني ألو ألو عم نسمعك ألو عم نسمعك عم صعيني ألو تفضل ألو شو سبب الهجرة الحقيقية هاللي أنه المستشفيات مش عم تعطيهم حقوقهم هاللي أنه الضمان مش عم يعطيهم حقوقهم هاللي أنه بره بيطلعوا أكتر شرح لنا ليش دكتور شربيع في سببين نعم أول سبب مالي وبعتقد حكينا عنه تاني سبب هو قانوني وقضائي نعم ومجتمعي وهذا لازم نحكي عن الملف القانوني والقضائي نعم عمليا في عشر بنود بالمشروع تبعنا بالقانوني وقضائي أولا العنف على الطبيب وعلى الأخصائي ينسحين وعلى المراكز الاستشفائية ومش مقبول ما بيكفي نعمل وقفة تضامنية لحتى نقول أنه بيمشي الحال لا بدنا نواجه نحن بدنا نطالب وزارة الدخلية ووزارة الدفاع تأمن حماية المراكز الطبية وهذا سبب هجرة بغير دول بدوا يتعلموا من خبرة غير دول إذا العسكري والأمنة ما بعم بيلاقي طبيب بدوا يفكر كمان ليش ما بعم بيلاقي طبيب إذا كان المجتمع ما بعم بيلاقي طبيب باختصاصة معينة بدوا يفكر ما بعم بيلاقي طبيب وأهم شي من الأسباب الاستنزاف هو كمان السبب الأمنى قوصوا على أطبة حتى الأطبة اللي كانوا عم بيلموا الجرحة بالميادين وبالشوارع تقوص عليهم لذلك أو بدنا نحمل أطبة والجسم الطبية أو ما بيمشي الحال وبضمنها الحماية نحن ما بيكفينا يكون فيه أنون الحماية اللي نضلنا اللي حتى نحصل عليه بدنا القلية التنفيذية لأنون الحماية وهذا شي بنا نشوفه مع البرلمانيين نحن بدنا أنون الحصانة للطبيب مش الإرهابي بيصير قلب بيتي والطبيب بيصير اسمه السلسة على الإعلام وهون في عمل يصير مع وزارة الإعلام مؤسسات الإعلامية ومع وزارة العذل وأيضا مجلس على القضاء لحتى من ناحية هالوزارات المعنية الأربعة اللي هالي حكيت عنهم مع وزارة الصحة الخامسة تقدر تأمن الحماية بدون حماية ما فيه طبيب بعدين الطبيب بس يكون عنده ملف أولاً بدنا تقدم النقابة الخدمة القانونية للطبيب لحتى تساعده بتكوين الملف لحتى المريض ياخد حقه والطبيب ياخد حقه إذا ما فيه هالخدمات القانونية للطبيب ما فيه أطباء طيب الموضوع خلينا نحكي عن طلب وقف المخالفات في مجريات الجمعية العمومية العادية اللي رح تنعقد بتاريخ تسعة وعشر أيار الفين واثنين وعشر شو القصة هيدا موجه معالي وزير الصحة دكتور فراسل عبيد طبعاً شو القصة بس تعملي بيان مالي لازم يتناقش البيان مالي إذا ما تناقش فيه مشكلة يعني شو هو النقش أنا بعطيكي ورقة انت قريها وقالي لازم وفق أو لا ما فيه هيكي انت بديك تناقش البنود اللي موجوني على ورقة طبعاً إذا موفق أو لا مش موفق نا ما بتصير بيس أو نا فيني آخر ما فيه ولا مستقبل اتصالين مين معي منتمنى من الاتصالين دلوا على الخط إذا بدون يشتركوا معنا ما بدون نقول قالوا ألو ألو نضيع وقت بدون ما يكونوا هني موجودين تفضل مين معي أهلا تفضل ميشيل مادم بتشكر دكتور جردق على اللي نحكى اليوم جيد حلو بس حابب وضح شغلة صغيرة ويسا سؤال لاي الحكمة كلهم الحق يعملوا أضراب لاي المؤسسات الصحية إلا حق تعمل أضراب إيه؟ لاي تمريد إذا عامل أضراب عم يطالب يحقه فيه نعم قمع علي مين مين يعني قمع من مين جاي القمع خلينا نكمل بيسا للفكرة مادم حابب خبرك خبرية وأكيد أنت تبسك بالأعلام إحتى المستشفيات صارت من شي جمعتين عاملي أضراب بيجي حكيم بيجي حكيم بقدم شكوى لرقابة القبيلة لأنه هن ما عم بيستقبلوا مرضى بها الحالة أي مستشفى ومين ومين حكيم حاجة بقى نتخبى من خلف الأسامة قولوا بصراحة مادم تعرفي القصة فيها شو اسمه حد حوزام وفيها شو اسمه مكيدي فالحكيم حدك هوني بيقدر يفيدك بيقدر يجيبه من النقاب بكل زواء تقدم شكوى ونحكد الشكوى نقابة القبيلة ونقابة القبيلة عامل التحقيق بكلمين هالشكوى لاي لأنه الصبايا عم بيقفوا إنه نحنا بقى نحقنا لاي لأنه عم يقولوا بدنا ما صاري لاي لأنه عم يتقدموا كلهم سوى أما مبارح اللي صار ووقفوا الحكما كلهم سوى بدنا حقوقهم ما حدا يعقبهم ووقف نقيب معهم كلهم سوى يعطيكم ألف عافية ووقفوا الرئيس النقيب المستشفيات زقطوا له بس وقت طالبوا المستشفيات وقت طالب القطاع التمريدي والقطاع الصحي كلهم سوى من رئيس النقيب المستشفيات تعرفي شو جيروك فين أنا ما فيني أنا بدي مصاري خليه مصار في لبنان وزار الصحة تعطيني وتكره معينا شكرا لأيلك أهلا وسهلا شكرا لأيك أنا معهم مية بالمية من الآخر استنزاف القطاع الصحي جاي كمان من استنزاف في المرضات والأطباء والمرضات عنده حقوق والأطباء عنده حقوق وكل خسائين الصحيين عندهم حقوق بدنا نوضح نقطتين ما له حق طبيب أو مرضى يرفض يستقبل مريض بحال خطرة هذه اسمها يعني هي تعاقب بالقانون إذا وضحنا النقطة يعني ما فيك تسكري اسم طوارئ لأستقبل المرضى وإذا في عملية طارقة ما تقول لي ما بدي أعملها إنما باقي الأعمال الطبية والتمردية مبلغ لهم حق يأضربوا للمرضات الأطباء في لبنان وغير لبنان هيدا حق طبيعي هيدا حق مكرس حق مكرس بالأنور مكرس إذا أنا بعتقدت جوابك بوضوح نعم أنا أتضامن مع هالكلام نعم خلينا ناخد أسئلة بسرعة يعني حضرتك من الأطباء اللي طعنوا بتأجيل انتخابات النقا بيقولوا هيدا للتأجيل غير مبرر وين صارت طعن؟ بعض بالقضاء بالجرور الأولوية ببرنامجك اليوم بدنا نحكي عن برنامجك هيك بطريقة سريعة في عندك أولويات طبعا برنامج ما شاء الله كثير فيه عنوين اللي ما فيه مصلحة الطبيب ووصحها بلبنان بس فيه الأولوية هي اللي بتشكل البداية الصعبة نحنا ما عنا فترة هيك استمهال نعم نحنا لازم دغري نبلش بشغلنا نعم وفريق العمل المكون بهذه الليحة نحضر برنامج العمل مع القلية التنفيذية تبعيته نحنا ما فيه نبلش بالملف المالي وشوف البقوي بعدين نعم بنا نبلش بالملف الإداري الملف المالي الملف القضائي الملف التفقيفي الملف العلمي الملف الإعلامي هول كلهم بدي يمشوا مع بعضهم لأنه إذا ما وقفنا الاستنزافة الطبية رح يكفي ينهار النظام الصحي يكفينا اللي فينا من برا على قليلة جوية البيت نقدر ننظم شغلنا ونعطي حقه للطبيب طبعاً العنوية رح يضل الطبيب أولاً اتصال مين معي؟ بونجور بونجورين نحنا بنحكي تفليل يعني ايه تفضلي تفضلي لكي بدي يوجه نداء لدكتور جرباقه هو مولاد لي بالأخسر ونحنا بنحبه كتير إذا صار ناقيف بدا نتمنى عليه أنه يعتني بتعرفي للأطباء حكينا أنا حكيت اللي قالك شو؟ بدي أعطيكي إجزامبل أنا مثلاً فتت عن طبيبة قبل ما يحكيني ويعرف شو بنا أيت إذا بدون تعريفك مش بس هيك انه دو مينوت يعني الثالث تقيقة بيوقف انه هو تعب خلاص أمس بالله كمان الطبيب لازم ياخد وقته عرفته؟ وصلت الفكرة شكراً لك بلكتور جاعت عيدا لأنه حكينا فيها بعتقد أنه نحنا بدنا حقنا بالكامل ولازم نعطي الناس حقهم بالكامل نعم هيدا من الآخر اليوم هون الدفاع عن حقوق الأطباء بسائر القطاعات المتصلة بممارسة المهنة حكينا عنها في حقوق قانونية وأجراءات قضائية اليوم يعني حضرتك ضد أنه يصير في دعاوة بحق الأطباء يتوقف الطبيب كمان هيدا يعني حصانة الطبيب لأنه أوقات منلاقي أنه طبيب توقف بدون ما يكتمل الملف القضائي عنده هيدا مش مقبول التشهير بالطبيب مش مقبول لأنه الطبيب بيعيش على صيته المهنة درس يعني صار عمره ثلاثين سنة على القليل تبلش شغله وعنده مسيرة طويلة قدامه ما بيقدر هالتأثير السلبي اللي بيصير بالإعلام وبعدها الإعلام عم بيتفهم أكتر وأكتر يعني بيتلعوا إعلاميين هاته نعم قبل ما يكتمل الملف القضاء مش هيك نحنا لازم نفسر للإعلاميين وللقضاء شو هن مشاكل الأطباء ونتفهم هن شو الأولويات الإعلامية وشو الأولويات القضائية بس مش معناته أنه الأطباء ما بيغلط أنا مش عم بقول هيكي أنا عم بقول مت ما قلت قبل لازم الطبيب يخد حقه والمريض يخد حقه لازم ملف يندرس بس ما فيك تظلمي الناس يعني ولا تظلمي المريض ولا تظلمي الطبيب لذلك بس يكون نحنا نرفض التشهير نرفض التوقيف الاحتياطي غير مقبول هذه الحصانة بدنا نحصل عليها من خيري لأنه كل هالعنف اللي عم بيصير على الطبيب عم بودة لأستنزيف لازم نفهمها كلنا سابقا والقاضي اللي لازم يفهمها والإعلامي اللي لازم يفهمها أنه بتخبط على الطبيب والمرضى بيصيروا برة البلد نعم في عندك استنهاد المجلس الأعلى للصحة طبعا بدنا نحنا نحط خلية أزمة تنفيذية بالنقابة دايمة ليل النهار لحتى وقف الاستنزيف المهالي واستنهاد المجلس أعلى للصحة نعم عندك دمج مكتب المجلس كهيئة تنفيذية ضمن اجتماعات المجلس وضحت أنا النقطة أنه هيئة المجلس ما فيها تكون سلطة لحالة هيئة المجلس تسهر على تنفيذ قرارات المجلس نقطة على السطر والإدارة بتنفيذ قرارات المجلس والمجلس بياخد توجيهيتهم للهيئة العامة إعادة تنشيط منصة عمداء كليات الطب بمشاركة المدرأة الطبية للمستشفيات الجامعية هلا فتنا على الملف العلمي نحنا إذا معنا أوردر ما في سنديكا أنا حتى قدر أحصل على الحقوق القانونية والميلية والإدارية والوظيفية والقضائية والقانونية والإعلمية بدي يكون أنا عم بعطي أحلى نموذج الطبيب ونائبة الأطباء هو أهم مرجع طبي وصحي في البلد لذلك بدنا نستنهد الأوردر من عدة نواحي أولا نرجع نجمع هيئة عمداء كليات الطب تانيا نعمل لجنة للمدراء الطبيين حتى نستقفل مظبوط ونلتمس شوان المشاكل الحقيقية اللي عم تصير بالمستشفيات تالتا مدراء عفوا رؤساء اللي جاني الطبية بالمناطق اللي حتى ما ينهدر حقوق الأطباء بالمناطق كمان في لجنة رابعا الأطباء الجديد فيه 30% من الأطباء اللي عم ياخدوا شريطة وعم يتركوا البلد تب مين بدوا يطبق بالناس بالمستقبل لذلك فيه لجنة رزينا رح نعملها لأن الأطباء متمرين وأطباء الجدد وأيضا فيه أطباء باعت فيه قدموا خدمة هني متقاعدين هادي خمس لجنة رح نعملها هالاستنهاض هيدا بدوا يرفع مع الجمعيات العلمية اللي هي أساس الأوردر كل العمل الطبي بالنقابة لحتى نقدر نفرض السنديكة نعم عندك سياسة المالية الشفافة المستمرة حكينا عنها السياسة العلمية والتسقيفية كمان حكينا أنا مرقناها بدنا نقدم خدمات افتراضية وهالخدمات الافتراضية بدي يصير ELOP يعني كل بدي يكون فيه أوردر مركزي بس الخدمات السنديكال بدي تكون بالمنطقة ليه بتجي طبيب عندي من الهرميل أو من النباطية تأخد ورقة لازم تصلى عنده وكل شي باللمركزية الإدارية صحيح وفيه أطباء عم بيشتغلوا على ملف اللامركزية الإدارية من عدة لويح إذن هيدا شي بيوعد وأنا بدي أوصل كمان للإي فوتينج لحتى حتى الانتخاب لدي يجو ثلاث أربعة ألف طبيب على المبنى ويتعذبوا يجوه الإي فوتينج كمان رح يصير ممكن إن شاء الله نعم عندك كمان إعادة الاستقرار المؤسساتي والثقة المهنية في الطبيب وفي نقابة الأطباء هيدا حكينا على الثقة والثقة الذاتية نعم والثقة الذاتية طبعا بدي يكون الناس عندهم ثقة بالطبيب والطبيب يكون عند ثقة بنفسه هيدا ثورة الطبيب أولا نقابتنا الجامعة للتغيير مش هيك طبعا هيدا هو هيدا خبتنا جامعة بمعنى أنه في رافعة جامعية من كل الجامعات مكونة بس أيضا جامعة لأنه مادة إيدا للأطراف كل الأطراف كل لبنين لازم يكونوا مشاركة أكيد في نقابتين ونحنا بدنا نشد التعاون مش بس مع باقي النقابات الصحية إنما أيضا مع نقابة الأطباء بشمال ضم مكتب المجلس إلى المجلس ليش هو وظيفة المكتب؟ ما هيدا هي نحنا ما بدنا مكتب ياخد قرارات لحاله المنتخب هو المجلس وما في بزيت وبسكر طب هل كل القرارات اللي اتخذت بالمكتب كانت يعني تأخذ بموافقة المجلس بالإجمال؟ لا في قرارات اجت على المجلس ما كان ما هو خبر فيه وهيدا مش مقبول لذلك القرار طردت حضرتك على هالوضع بنعرف طبعا بدي لك شغلة ستناوال النقيب منه فوق الخمسة عشر النقيب هو واحد من الست عشر والنقيب لازم يحترم كل زملائه وزملائه لازم يحترمه النقيب طب كان يتألف مكتب المجلس من أحزاب مشان هاي كان ضايع التاسي لكن أنا قدت من الأول ومن الآخر أنه كل واحد حر برأيه ببطاقته بميوله يصطفل بس يفوت عن نقابة بحطه بالأبيض ما بيتلقى التليفونات وما بيتلفل حتى ياخد أوامير نعم اليوم هل باستطاعت كل الأطباء الدخول بالتأمين قابة ومن مكتب ونشر كل التقارير المالية من معاشات ومصاريف كل ثلاثة شهر لازم تحصلي على البيانة المالية نعم من قبل تقنيين عم بيحضروه وخلص هالبيانة المالية بعد ثلاث سنوات انتظار وبعد سبع سنوات من قبل من كاميان وهذا شي مش طبيعي لزلك أنا بوعد ببيان مالية بيان إدارة ومحيسبة سنوية مش بعد ثلاث سنين نعم في حضرتك مش أول مرة تترشع على مركز نقيب قبل وهذا كله علمني أنه أولا أنه لازم نشتغل مع بعضنا تانيا مصلحة الطبيب هي مصلحة بغض النظر عن الطايفة عن المنطقة عن الانتماء السياسي هي واجعة الطبيب والموجود بكل المناطق بكل الطواقف بكل المراجع السياسية وفي أطباء مش منتمين لحزب في أطباء ما بيحبوا الحزب كمان نحنا لازم نناضي لحتى نساعدهم نحنا هون لكل الأطباء وإذا ما اجتمعنا طبعا بدنا نصير أضعف بدنا منك تتوجه اليوم لكل الأطباء بكل البناء كمعا مش عام نحكي عن أطباء الشميل لأنه عندهم نقابتهم شو بدك تقللهم اليوم عنهار الأحد أنجزنا كتير مع نائبة الشميل بموضوع استرجاع اللقاحات بموضوع دعم التحصين برنامج الوطني للتحصين للأطفال قدرنا اشتغلنا كتير بس نشتغل سوا مع الجمعية المعنية قدرنا أنجزنا كتير في كتير ما أنجزنا لأنه كان في مشاكسات بالنقابة من سنوات وحتى مؤخرا وفي محسوبيات ومحاصصات وهذا ما بيعجبنا وهذا بيعجبنا وهذا منشمط له دينته وهذا ما منشمط له دينته هذا انتعب المحيسة بدأ تصير حسب الأنون وبطريقة عادلة وبطريقة شفافة أنا بتوجه للأطباء قلهم انتخبوا نائبة السيادة والحرية والاستقلال وأنا بدي روح أكتر من هيك نحن عيدنا عيد التحرير من كم يوم نحن بدنا نحرر نقابة من كل بدنا نحرر كمان النقابة من أي هيمنة من وين ما كان أجيت عنكم فرصة ما تيقسوا ما تنسوا وما تسكتوا تعقوا صوتوا 29 شهر ما تقولوا هذا مش يومي هذا يوم أنتم ملك فيه لحتى تقدروا تعبروا عن صوتكم لحتى تعملوا حقيقة التغيير بالنقابة ونقطة على السطر؟ ما في نقطة على السطر أنا بظل بيستمع لكل الأطباء وبصراحة كل ما بتستمعي للطبيب بتصيري تاخدي حتى من الناس أرى بيغزوا البرنامج والبرنامج معمول من فريق عمل متكامل وهو معمول لكل الأطباء شكرا لألك نتمنى لك كل التوفيق نهار الأحد شكرا ستنوار منوعة نحن وياك على تكون نائب الأطباء في لبنان لأنك تستاهل دكتور جربائق أنا بدي أشكرك المرشح لمركز نقيب أطباء لبنان أدكتور برنار جربائق أصدقاء المشاهدين والمستمعين لقونا نهار التانين مع حلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر إلى اللقاء شكرا للمشاهدة صباح الخير عم بسم التداول بالدارة الأمريكي بأسواق بيروت الماري بساعة وقت 1570